انا اطلب من زملائي من زملائي فيه الكنترول يجيبولي الهدف التالت الهدف التالت بتاعني معلول نشوفه تاني عشان عندي ملحوظة في هذا الهدف يلخص ما حدث من اصوريو في هذه المباراة ببساطة شديد الهدف التالت بس في كل الاحوال النهاردة اصوريو عمل مباراة كارسية ده حتى كنت نسامي امسان بيقولك احنا ما توقعناش انه ده يحصل انه يلعب من غير العيب التوسط تقريبا يعني هو مفوط كان بيلعب بواحد بس اللي هو احمد فتوح او احمد فتوح اصلا ده مش مكانه فالنهاردة كان انا قلتها حتى انتحار تكتيكيو عفني من قصوريو في الشوت الاول مستحيل تلعب قدام النادي الاهلي كده مستحيل تلعب مباراة كبيرة كده انت ممكن تلعب مباراة بالشكل ده قدام فريق في وسط جدول ترتيب الدولي متزيل في جدول ترتيب الدولي لكن قدام الاهلي فافضل احواله افضل فريق في القرى الافريقية كان شيء غريب ومش مفهوم ابدا من قصوريو في مباراة اليوم عشان كده النادي الاهلي جمعين النادي الاهلي بعد الشوت الاول قالت ليه تلاتة بس وبالمناسبة يعني ما الاهلي كان فيه كرة في القايم لأفشة فيه كرة خطيرة جدا لكهرابة في الشوت الاول فيه شوية كور كده كانت خطيرة على نادي الزمالك كان ممكن الاهلي يخرج بنتيجة كبيرة المباراة اللي زي دي ما بتحتاجش ده بالمناسبة وانا قلت الكلام ده على مارس الكولر بعد مباراة سانداونز الشهيرة ما تحكمش على مدرب من مباراة وسوريو المبارايات الماضية كان يبدو انه بيدينا ملامح جاية ده تعالى تعالى أوريك حاجة بقى في الجول ده يلا بيانا حتلي بقى الجم الأول عشان أوريك اللي حصل في الجول ده حصل حاجة ماينفعش تحصل بس بس لا أنا عايزه من أول لو نقدر نجيه من الأول خالص أو من زاوية آه من زاوية من فوق ماشي ماشي نشوف في الأعادة نشوف في الأعادة ده الهدف اللي سجده طبعا الكل بيحمل محمد صبح طبعا محمد صبح هيتحمل جزء بس ما فيش ركابة ما فيش ضغط على علي معلول ما فيش أي حاجة خالص بس مش هاي دي الحكاية الحكاية هتشوفها دلوقتي في زاوية أعلى شوية عشان تعرف النهارده الزمالك الشوت الأول كان شكله عامل إيه عشان تعرف أسوريو كان عامل إيه أنا أعتقد محمد صبحي كان بيفكر في اللحظة دي في أسوريو اللي انت عملته فينا ده إيه اللي انت عملته فينا ده هنشوف في الأعادة اللي من فوق كان لا ولدي ولدي يا رب يبقى فيه أعادة كمان فيه أعادة منهم تبين مشكلة تيك تيكية ودي برضه من قريب لو نقدر نجيب واحدة كمان من بعيدة هتعرف المشكلة كانت فيه طبعا تعرفين الأعادات هنلا بتبقى ضياء اي لا مش هي دي طبس ارجع شوية ارجع شوية ارجع بيها شوية تعال تعال نشوف لقطة اه ارجع نشوف لقطة معينة انت تتكلم فيه أربع لعبين في دفاع نادي الزمالك قدام ستة أو سبع لعبين من النادي الأهلي ستة أو سبع لعبين من النادي الأهلي في هجمة منظمة مش هجمة مرتدة واربع مدفعين لنادي الزمالك الأهلي متفوق عدديا على دفاع نادي الزمالك في هجمة مش مرتدة ده كان بيحصل ليه ان النهار ده أسوريو كان قاسم الملعب كان قاسم الملعب حرفيا فيه أربعة في الدفاع وفيه ستة في الهجوم وما فيش في وسط الملعب اي لعبين تقريبا يعني حتى فتوح مش مركزه الأساسي فكان بيميل بص وقف هنا وقف هنا وقف هنا هتبان شوي لا ارجع شوي طيب خلاص انا شارحتها لحضراتكم عشان ممكن ما لحقناش نعملها فخلاص احنا شرحناها لحناكم هحول مع زمالي النهار ده أشرح لكم أكتر بص عدد عدد وفيه كسافة للأهلي أكتر من مدافعي نادي الزمالك بشكل غريب جدا طيب دي الحكاية هشرح لك أكتر كايبة معايا محمد جمال طيب يلا هات 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 ها واحد ده واحد بس ارجع ارجع بقى شوية ارجع شوية ارجع شوية قبل ما يشوت قبل ما يشوت على طول وهي تحت رجله وهي تحت رجله تمام بص سيبك بقى من آخر واحد في الزمالك تمام عد لعيبة نادي الزمالك واحد اتنين تلاتة اربعة مقابل كم لعب من الأهلي ست لعبين من النادي الأهلي سيبك من آخر اتنين في الزمالك اللي وراء لعيبة نادي الأهلي سيبك من اللعب أليو دانج غالباً اللي وراء خالص ده وعد من بعد كده يعني سيبك من أليو دانج والاثنين لعيبة نادي الزمالك في الآخر دهوط وعد هتلاقي ستة من الأهلي واربعة من الزمالك في هجمة منظمة انا مش بكلمك في هجمة مرتدة له هجمات المرتدة ممكن يحصل فيها كسافة عددية للمهاجمين أكتر من المدافعين السورة دي تقولك أنه كان فيه كرسة فنية وتكتيكية في نادي الزمالك في الزمالك هتقول لي هي دي لقطة وخلاص لا اللقطة دي تقررت أكتر من مرة ليه مفيش نص ملعب ومفيش ارتداد بالمناسبة سيبه السورة زي ما هي في ارتداد لعيبة منشستر سيتي يعني مثلا يقولك ما هو بيجردويا بيلعب كده لا لعيبة منشستر سيتي بترجع بسرعة وقبل حتى ما بترجع بسرعة هي بتخطف الكورة من المكان اللي اتخطفت منه الكورة يعني ايه يعني مثلا ما تشست في الحالة الهجومية معاك كورة وتخطفت منهم بيسترجعوها في لحظتها ما بيستنوش ان الهجمة تتحرك طب بيسترجعوها ازاي ضغط منظم الزمالك كان ضغطه مش منظم والزمالك لعيبته ما كانش بترجع والزمالك ما كانش بتهجم كويس والزمالك ما كانش بيدافع كويس فانت بتتكلم المجمل كان فيه كوارث فنية وتكتكية عند نادي الزمالك واستغلها نادي الأهلي بشكل رائع جدا دي الصورة